طيب دلوقتي خلونا كمان نتكلم عن الاستعدادات الامنية طبعا والاجراءات التنظيمية وكل ما ليه علاقة بتسهيل الاجواء لديوف مصر ان شاء الله اللي هيشاركه في القمة النهاردة سيادة اللوة محمود توفيق وزير الداخلية كان بتفقد الاستعدادات الامنية اللي خدتها الوزارة لتأمين فعليات مؤتمر المناخ ووزير الداخلية شاف طبعا المحاور المتعلقة بخطات التأمين في نطاق مطار شرم الشيخ ومدى استعداد وجهزية القوات وقام كمان بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والاكمنة والارتكازات والاقوال الامنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة وجه وزير الداخلية بضرورة التوابد الميداني الفعال لكافة المستويات القيادية والاشرافية والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الامنية بمنتهى الدقة وتوفير كل الامكانات والتجهزات اللي تخلي المهام معمولة بدقة واتقام شدد وزير الداخلية كمان على انضباط الخدمات الامنية بمهمها وكفاءة وفعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الامنية طبعا ده شيء مهم ده بقول لحدكم العالم كله موجود عندك فازاي انك تكون مسيطر برضو امنية ما يبقاش في حاجة خارج السياق على ذكر برضو التظاهرات وكلام ده كله فيه اماكن تم تحددها لان نشاطاء العالم المهتمين بهذا الملف بدأوا الفعل الحراك في دولهم ومتوقع ان ده هيكون كمان في شرم الشيخ فيبقى فيه حرية ان هما يكونوا بيعبروا برضو عن الاهداف اللي احنا بتكلم عنها وضغط على الحكومات لتنفيذ الاولويات المتعلقة بالقمة او بالملف ده خلونا الاول بقى نشوف تقرير عن استعداد وزارة الداخلية لتأمين فعليات المؤتمر هنشوفه نرجع لحضراتكم بعد التقرير وبعد الفاصل مع ديوفنا مرة تانية لمناقشة الملف اهمية هذه القمة ونتيجها المرجوة باذن الله تتجه انظار العالم الى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخية كوب 27 بحضور ما يقارب من 30 الف مشارك يمثلون 192 دولة من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثل منظمات دولية بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من امن واستقرار وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية امنية شاملة تضمن التأمين الكاملا لمدينة السلام شرم الشيخ فمنذ اللحظة الاولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولية تتجسد امامنا مظاهر الامن والطمأنينة لتتيقن انك في مدينة السلام منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الاشخاص مع مراعاة انهاء الاجراءات في زمن قياسية يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر الشرطة النسائية متميزة خطة امنية ترتكز على اسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الامنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لاداء المهام الموكلة اليها بما يضمن احكام السيطرة الامنية ونشر الاكمنة السابتة واقوال امنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء افضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الامنية وانفاذ القانون وحماية الشخصيات الهمة والوفود المشاركة وكذا تأمين المناطق السياحية تكسيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الاغاثة المرورية لمواجهة الاعطال وتحديد خطوط سير بديلة مع تطبيق منظومة مرورية الكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية متابعة دقيقة وشاملة لكافة انحاء مدينة شرمشيخ بمنظومة متطورة يتم ادارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الزكاء الاصطناعية ووضع سيناريوهات امنية متعددة للتعامل مع مختلف الاحداث وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكلفات المختلفة الرؤية الامنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخية يقوم على تنفيذها عناصر مدربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الامنية عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللجسية حيث انطلقت بهد القطاعات الامنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيق الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من امن وامان